الله تباك وتعالى يقول فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا يقولش فأصلحوا وخلاص قره السكت قال وأصلحوا وخلاص قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا العدل كيف يأتي من يملك هذا من يملك المصالحة مع هولئ الناس الذين قتلوا وسفكوا الدماء من يملك المصالحة حتى مع الحكومات التي يعني دمرت ليبيا على عسل الإمارات ومصر وفرانسا هؤلاء لا يملك أحد لا ولي أمر ولا حكومة ولا غيرها لا السابقة ولا اللاحقة أن تتصالح معهم ولا تفتح معهم سفارات وكذا إلا بعد العدل بعد إقابة العدل بعد جبر الضرر جبر الضرر العادل هؤلاء عشرات الألاف كل واحد انظر كم يستحقون حتى يرضون وحتى يقول نحن تنزلنا على حقوقنا عندنا تجربة مع نظام القذافي عندما أسقط الطائرة في قضية تورف بلو كوربي صار الأمريكان لهم بالفعل حريصون على رعاياهم ويحافظون على حقوقهم ولابد أن يأخذوا الحق كامل يلاحقون عن نظام القذافي حتى صالحهم بعشرين مليون لكل ضحية تصور عشرين مليون لكل ضحية فنحن عندنا عشرات الألاف يفطل على الحكومة وعلى غيرها وعلى هذه المجالس أن تتمسك بهذا الحق ولا تتكلم عن المصالحة إلا بعد جبر الضرع العادل هذا هو شرع الله كنت لدينا الشرع الله تباك وتعالى يقول يعني ما فيش حد يقدر يتنازل عن دم ولا حق إلا ولي الدم يعني هذا هو لعند الحق لكن يجي أي فلان ولا يطلع برشح نفسه ولا يدير دعاية ليروحه ولا كذا ويلقي كلام في البرلمان ويقول يعني حيني تصالحنا ونحن يصبح كذا هذا ظلم وهذا تعدي على أحكام الله وشعر الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز من المسلمين إلا صلحا حرم حلانا وحل حراما هذا يحلل الحرام حرام عليك ما فيش إلا ولي الدم هو الذي يقدر يتنازل فقد جعلنا لولي سلطان هكذا القرآن يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ما جعلاش لوحد تاني ما جعلاش لوحد مرشح لرئاسة حكومة ولا غيرها جعلنا إذا أنت استرضيت أولياء الدم وعطيتهم هذه التعويضات وردوا بعد ذلك نتكلم عن مصالحة هكذا ربنا يقول اشتركوا في القناة